الفكرة الأولى هي فكرة وان تو وان جاهز؟ جاهز يلا وزي ما قلنا ان فقرتنا الأولى هي فقرة وان تو وان دلوقتي انت تريدت نشوارك سلالة من أول مثلا ما كنت في مركز شباب لحد ما وصلت الكابتن فريق في نادي الأهلي ايه أصعب مرحلة في مشوارك كله؟ أصعب مرحلة دايما البداية البداية التخطيط للمستقبل والتخطيط اللي انت فيه هدف عايز توصله وده الحمد لله رب العالمين اللي انا اشتغلت عليه حلمت الحلم وصدقت الحلم ومشيت وراء لغات لما ربنا حقوق البداية منين؟ البداية في وقت مركز الشباب ولا بداية مثلا أول ما ببديت مثلا في النادي الأهلي يعني أنهي بداية فيهم؟ بداية الشهرة ولا البداية خالص؟ البداية الحقيقة من البداية خالص الرسمة اللي احنا لازم نعلم الأجيال اللي موجودة دلوقتي يعني فيش حاجة اسمها مستحيل لو انت كل نقطة عرق بتتعبها وبتبزل مجهود عشان توصل لها ربنا متطلع وربنا شايف مجهودك فهتوصل بس لازم تستحمل الصعوبات اللي انت هتمر بيا تستحمل التعب اللي انت هتشوفه هيواجهك صعوبات كتير ما تتنازلش عن حلمك عشان كده البداية هي الصعبة ليه؟ انا بيتي كان جنب استاد اسكندرية اه وكنت بروح مطشاط النادي الأهلي في اسكندرية كلها كان ما بيني وابيني وخمس دقايق اه فكنت بقول لنفسي انا ليه ملعبش في النادي الأهلي انا هشتغل لا نلعب في النادي الأهلي ان كان عندك تموح من وقتها انا قلت ابلي كده اه وحرجع اقول لحضرتك انا كتبت ورقة انت عارفة واحنا صغيرين وفي التسريحة اعلان عاصل معلومة دين انت كنت كاتب ورقة وبتقول فيها ان انت بحلمك انك تشتغل في النادي الأهلي كتبت كده ان شاء الله حلعب في النادي الأهلي اه تلعب هناك بس ان شاء الله بالجهد والعرق لكن ان شاء الله وعد نام صعب قوي فعايز اقول لك وانا 14 سنة او 13 سنة كنت بروح اشتغل على الرملة اجري من الشطبي لساني استيفان واعتقد 7 كيلو كنت بروح علعب مع اللف سني كنت ببقى فارق ثم ابتدى كان عندك المهارة الحقيقية بالزبط وكنت شايف نفسك كده وكنت مخطط انك توصل لده بمئن ان انت كنت كاتب ورقة دلوقتي انت كاتب ورقة لإيه قدام لحلمك قدام كاتب الحمد لله رب العالمين على كل حاجة انا وصلت لها او كل حاجة انا فيها كاتب الرضا اللي ده اهم حاجة في الدنيا اللي انت تبقى راضي بابسط الامور فهتلاقي اما يجي لك اكتر حاجة برضو انت هيبعندك سلام نفسي يعني ما عندكش احلام خالص للمستقبل يعني اكيد بصي عندي اه فيما يخص الاعلام دي حقيقة بس انا اه استيب واي استيب ماشي وعندي حلم داخل النادي الاهلي اه كبير جدا لان النادي ده سحب فضل عليك كبير اه وانا بقول وحفضل اقول في كل مكان احتواجد فيه حقول نفس الكلام لو لن نادي الأهلي ما كنتش وصلت الحاجات كتير جدا لو لن نادي الأهلي ما كانش حد عرفني في الشارع لو لن نادي الأهلي ما كانش تاريخي يبقى فيه عدد بطولات أفريقيا دي لو لن نادي الأهلي وجمهوره ما كناش روحنا كاس العالم أكتر من أربع مرات واخدنا ثلاث عالم ورح نتمنى هدو الوقت دي حقيقة فاللي أنا عايز أقوله الحمد لله يا رب العالمين ربنا داني أكتر من اللي أنا حلمت بيه وليه علاقة تاني بالرضا ليه علاقة باللي عندك سلام نفسي ليه علاقة بالشغل اللي أنت لما تتعب وتجتهد ربنا أبداً بيبقى مطلع فشايف على قد تعبك بيديك بالزبط بيديك طبعاً قصاد التعب الكبير دي عايز أرجع تاني للصعوبات اللي أنت قلتلي عليها كانت في الأول هل إحدى الصعوبات دي أنه كان والدك رافض أنك تشتغل أو أنك تلعب تلعب كورة أصلاً عشان كان عايزك تشارك معهم في الشغل أو في المحل بتاعكم بوسي ولا دي كانت حاجة عادية بوسي أنا هتكلم يعني الديكور وحضرتك والناس اللي موجودة في البرنامج أنا شفت كل حب وأنا داخل فأنا كررت اللي أنا يعني حاجة وكل حاجة اللي جواي اللي في ضميري واللي فعالي واللي عايز أقوله وبقى لي مدة كبيرة ما طلعتش في قناة ندينة المحترمة من خلال حضرتك وبرنامجك منوّرنا والدي الله يرحمه صاحب فضل علي في طريقة التفكير في تحمل المسئولية والذاته بقى ابن أصول يعني إيه ابن أصول يعني في مواقف لازم تستخدم الأصل وتربيتك في طول الوقت مش هقول مواقف هقول في كل حاجة فأنا مدله بالفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى طول الوقت لأن بنا عندي حاجات منوّنا صغير يعني إيه والدك عندو محلات كتا عغيار فلازم توقف على الأقل أربع خمس ساعات في اليوم تشوف تتابع تباشر منوّنت 12 و13 سنة ما كانش يعرف في الأول اللي أنا بلعب كور والدتي اللي كانت عارف فكنت بروح أقول عندي درس عارفة أنا في الخباسة كده تقول عندك درس وفي الخباسة تروح تلعب كور الكتب مشروع للحلم أنا بأتكلم بمثال أمانة لكن الكتب كصفة وحش جدا يعني أحب الشخص الكدهة لكن كتوالدتي تجيب اللبس أقول الدرس تحدف لي اللبس ورح تلعى التمرين بسرعة إيه اللي أخارك ده أنا ماما جابتني وخلاص لسه رجع وكده هي تقول له آه كان معاي آه يعني مامتك كان بتساعدك هو كان شديد شوية مش شوية كان شديد شويتين فابتدت أعمل كده في الآخر تعبت ما بين اللي أنت لسه صغير وعايز دعم من والدك برضي آه طبعا فعايز تعرفه ده وهو بالنسبة له كان أهلاوي جدا وكان معانا لسه بقا عايز أسألك في الموضوع الده لأن الموضوع بالنسبة لي غريب قوي إزاي والدك أهلاوي يعني صميم لدرجة أنه كان بيدي أجازة يوم الأهلي مثلا يكسب عندك في المحل أو في الشغل بتاعه وفي نفس الوقت مش عايز ابنه يلعب كرة في نادي الأهلي إزاي كده؟ آه في مسؤولية أو يلعب الكرة عموما رغم حبه للكرة في شغل والدي كانت تجارة إحنا كنا مش تغلت شغل جملة وشغله كله في القاهرة كنا نورد شغل القاهرة ومسؤولية كبيرة ووالدي اللي أرحمه كان عايز أستلم الرايا من بعد وأنا كنت أحب الكرة جدا أنا أتذكر موقف كان مطشي الأهلي والزمالك كان التلفزيون ييجي كان منع التلفزيونات في نادي التلفزيون ييجي ده الوقت الوحيد ويعودوا يتفرجوا وعملين يدعوا كلهم حتى الزمالكوية فيه اللي الأهلي يكسب عشان يأخذوا اليوم الأجازة يديهم مكافأة ويروحوا يعني يديهم مكافأة زي وميات كده ويديهم مكافأة ويروحوا خلاص لكن لما جيت أنا ألعب كان والدتي عملت حركة ذكية جدا رحت جابت أعز أصدقائه قالت له وشادي عنده مطش مهم جدا كنت أنا بقى رحت نادي الكروم يعني ثانية واحدة هو ما عارفش لحد ما أنت رحت النادي كل ده كل ده الخفاء لعبت مركز شباب جنب البيت كده سنة بس مشيت بسبب حاجة مشيت بسبب في حد كنت أتعامل وحش جدا مني بس أمش هو الأسماء يعني كنت أتعامل وحش جدا أجي مثلا نعمل تقسيمة يقول لي اطلع بار ما كنتش مرتاحة مش بلعب على المفروض اللي أنا في مركز شباب يعني إيه كنت قريدي حصل لي حدثة فاتريت اللي أنا كنت في نادي الأولمبي أساسا فما حصل لي حدثة خلاص سبت لنادي إنتبه